لنقاش الحديث أكثر ينضم إلينا من بيروت ردوان عقيل الكاتب والبحث السياسي أهلا بك سيد ردوان سيد ردوان إسرائيل تهدد برد قوي إسرائيل حملت مسؤولية للبنان وحزب الله مسؤولية هذا التصعيد إسرائيل ترى أن هجوم اليوم يعتبر الأعنف منذ حرب 2006 أيضا كل هذا ماذا يعني وكيف سيتعامل الجانب اللبناني مع هذا علينا أن نعترف أن تطورات العسكري الأخيرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ السابع من التشرين الأول الفات اليوم هي تشهد أكثر سخونة على مدار كل الأشهر الأخيرة ولسيما أن حزب الله كشف في الإسبوعين الأخيرين عن أسلحة واعتد جديد على مستوى المسيرات والصواريخ المضادة فضلا عن إقدامي على أطلاق قنابل حارقة استهدفت مساحات كبيرة وأدت إلى اشتعال مساحات واسعة ومئات الدنومات والهكترات في منفي شمال إسرائيل وصولا إلى الجولان السوري المحتل ما تريده إسرائيل في البداية هو خلق حالة انشقاق أكثر داخل المجتمع اللبناني عندما تقول أن حزب الله يتحمل المسؤولية وأين الحكومة وأين الدولة اللبنانية من هذا الأمر لكن يفوت إسرائيل أنها عندما تستهدف أي منطقة لبنانية أو أي نقطة عسكرية لبنانية أو أي نقطة مدنية هي تستهدف كل لبنان وتخرق السيادة اللبنانية يبدو أن الإسرائيليين وصلوا إلى قناعة حتى الآن أنهم لا يستطعون القضاء على المقاومة بحسب ما قال وزير الدفاع وزير الحرب الإسرائيلي فضلا عن بن يمين نتنياهو أنه المطلوب القضاء على حزب الله كما قالوا في بداية الأزمة وفي بداية العدوان القضاء على المقاومة وعلى حركة حماس لذلك تلجأ إسرائيل هذه المرة لعدم قدرتها على اجتياح جنوب لبنان على تصفية قيادات كبيرة من قيادات المقاومة ظنا منها أنها بطريقة الإسلزاف هذه تقضي على المقاومات العسكرية التي تعود لحزب الله على مستوى القادة وكبار الضباط وبالأمس بالتأكيد هي تمكنت من استهداف أحد كبار أكبر القيادين في حزب الله طالب عبد الله طالب سامي عبد الله لذلك تريد الاستمرار على هذا المنوال لعدم قدرتها توجيه ضربات أكبر لعدم قدرتها على احتلال أي مساحة من جنوب لبنان قبل قليل يتداول على إعلام عبري سيد ردوان يتداول بأن الجيش الإسرائيلي قدم للمستوى السياسي توصيات بإنهاء العملية في رفح في أقرب وقت حتى يتسنى لهم التقدم والهجوم على لبنان بالتأكيد أن حزب الله يحسب كل الخيارات لكن في حال إذا تم وقف إطلاق النار في غزة هذا أمر جيد هذا يريده كل لبنان ويريده حزب الله لأن الهدف الرئيسي من دخول حزب الله في هذه المواجهة هي إسناد جبهة غزة والتخفيف عنها قدر الإمكان ونجحت في هذا الأمر باعتراف كبار الضباط والقادة في إسرائيل لكن إسرائيل تهدف في حال استمرت في هذه المواجهة وظن منها أنها بهذه الطريقة تستنزف قدرات حزب الله وتقضي على ترسانته وعلى كبارك ودريه وضباطي لكن هذا الأمر لن يتحقق بهذه السهولة لأن هذا الحزب قادر على خلق قيادات جديدة لاستبرار هذه المعركة بمعنى هذا الاستنزاف صحيح أنه يستهدف لبنان ويستهدف حزب الله لكن في المقابل هذا الاستنزاف يستهدف العمق الإسرائيلي على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والشعبي بدليل أن عشرات الألاف من المستوطنين الأسرائيلي في شمال أسرائيل لا يستطيعوا العودة إلى منازلهم لبل أن أكثر منازلهم أصبحت مدمرة فضلا عن مصالحهم اليومية وحياتهم الاجتماعية أصبحت مفقودة عندما يقول أحد المنازلين الأسرائيلي نحن ننتظر إلى الأول من أيلول مقبل بداية العام الدراسي هذا الأمر لن يتحقق من دون وقف إطلاق النار أنا بتقديري في حال تم وقف إطلاق النار في غزة ونجح الأمريكيون في هذه المفاوضات الدائرة مع حماس بمساندة بتعاون مصري وبتعاون قطري هذا الأمر جيد من المرجح أن ينسح بهذا الأمر على جبهة جنوب لبنان لأن المستشار الأمريكي أمس وكشتاين قال للمسؤولين اللبنانيين عند أي فرصة سانحة أنا سأحضر إلى بيروت والقيام بمفاوضات غير مباشرة بين الجانب الأسرائيلي والجانب اللبناني إسرائيل غير قادرة بكل هذه السهولة على فتح هذه الجبهة ضد حزب الله لأنها تعرف سلفا أنها بالتأكيد تستطيع أن تدمر أكثر من منطقة لبنانية وتستطيع أن تصل إلى عمق العاصمة اللبنانية إلى بيروت والسداف أماكن سكنية وغيرها لكن في المقابل هناك أكثر من رسالة في الأيام الأخيرة من حزب الله أنه في حال إقدام إسرائيل على مثل هذا الأمر فإن صواريق حزب الله ستصل إلى حيفا وإلى تل أبيب بدليل أن ما لم تتمكن إسرائيل من فعله على القضاء على حماس ليس بهذه السهولة يمكنها القضاء على ترسانة وعلى قدرات حزب الله العسكرية الموقف الدولي مجتمع الدولي كله يحذر من خطورة هذا التصعيد بالجنوب اللبناني كلهم يرفضون لهذا والموقف الأمريكي إلى أي مدى هذا التصعيد اليوم قد يؤثر ويدفع بالجانب الأمريكي يعني يضغطه جديا للدفع بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة علينا أن نعترف أن أمريكا تمارس ضغوطا على إسرائيل بعدم توسيع جبهتها في جنوب لبنان أمريكا وقفت منذ اليوم الأول ولا تزال إلى جانب الأسرائيلي في معركته وفي عدوانه ضد الفلسطينيين وضد حركة حماس لكن هذا الأمر دفع اليوم لأسباب تعود إلى الحزب الديمقراطي في خوضه الانتخابات الرئاسية لأن أي خسارة في غزة وأي خسارة للورقة الفلسطينية سترتد سلبا على الحملة الانتخابية للرئيس بايدن ما يريده بايدن اليوم هو القول للأمريكيين أنه تمكن من تقديم خدمة لأسرائيل من وقف إطلاق النار في غزة يريد تحقيق نصر سياس إلى صحة التعبير لأن غزة أصبحت مادة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يريد أيضا الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية أي بمعنى بايدن يفتش عن الصورة أما بالنسبة إلى جبهة جنوب لبنان هذه الجبهة خطيرة على الجانبين لأن هذا الأمر لا أحد يستطيع أن يقول أن الأمور العسكرية ستقتصر على مواجهات بين حزب الله وأسرائيل قد تمتد إلى كل المنطقة قد يتدخل محور المقاومة في دعم حزب الله وحزب الله قادر على هذه المواجهة وبالتأكيد أن الأمريكيين لا يستطيعون أن يتفرجوا إذا حصل أي تقهقر في الجانب الأسرائيلي العسكري لكن الأمريكيين يحرصون بالتعاون وبخلال مفاوضات مباشرة في سلطنة عمان مع الجانب الإيراني بغيت عدم توسيع الجبهة وامتدادها إلى صورة كبيرة أو إلى حرب شاملة في جنوب لبنان على غرار عدوان تموز 2006 المعارك خطيرة جدا لكن وقوع في أي خطأ من الطرف حزب الله أو من طرف أسرائيل قد يؤدي إلى مثل هذه الحرب التي يريدها بن يمين نتنياهو منذ اليوم الأول علما أن الهدف الأساسي عند نتنياهو كان يريد وقوع حرب ووقوع مواجهة عسكرية بين الإيرانيين وبين الأمريكيين وهذا الأمر لن يتحقق لأن الجانبين لا يريدان هذا الأمر ولكل فريق أسبابه بالنسبة إلى طهران وبالنسبة إلى واشنطن باختصار جبهة جنوب لبنان حتى الآن هي أقل من حرب شاملة ويمكن للاتصالات والمفاوضات الدبلوماسية إذا نجح الأمريكيون في هذا الأمر بالعودة إلى التطبيق لقرارة 17-01 والوصول إلى ترتيبات يقودها هوكشتاين بين إسرائيل وبين لبنان من خلال بعض الترتيبات لكن بالتأكيد أن هذه السخونة ستبقى مفتوحة لأن إسرائيل بصريحة العبارة لن تغادر سماء لبنان طيرانها سيبقى يحلق في لبنان في الأجواء اللبنانية باستهداف مناطق لبنانية حتى لو وصلنا إلى هذه التهدئة واستهداف نقاط عسكرية داخل سوريا من الأراضي اللبنانية لكن في المقابل حزب الله لن ينسحب عن الحدود حتى هذه اللحظة قوة الردوان والقوى العسكرية لحزب الله ما زالت حتى آخر نقطة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أي بمعنى الأراضي الفلسطينية المحتلة المواجهة مفتوحة الدبلوماسية تصابق العمل العسكري لكن الهدوء في جبهة غزة ووقف إطلاق النار بالتأكيد هذا الأمر سيرتد إجابا على جبهة جنوب لبنان غانتس اليوم وعلى ما يبدو الآن سينعقد مجلس الحرب الإسرائيلي الكابينت الإسرائيلي لكن بغياب غانتس وآيزنكوت بغياب غانتس وآيزنكوت لكن كانت هناك تصريحات لغانتس وهو يقال أننا سنجبر على الدخول في حرب مع لبنان من جهة ومن ناحية أخرى هو يفضل تسوية سياسية على حدود لبنان بدلا من استمرار في هذه الحرب هل واضحة هي الرؤية الإسرائيلية نوعا ما هل هناك استراتيجية واضحة من خلال تصريحات مختلفة القادة الإسرائيليين بالنسبة للبنان أولا بن نسبة إلى غانتس هو شخص متردد هو صحيح قدم استقالاته من الحكومة ودخل في صراع كبير مع نتنياهو لكنه يحمل فكر نتنياهو بالقضاء على كل حركات المقامة في فلسطين وفي جنوب لبنان الرأي الغالب عند الحكومة اليمينية الأسرائيلية هي تريد تصفية حزب الله والقضاء عليه لكن المجموعة السياسية والمجموعة العسكرية في تل أبيب التي تعترف بقدرات حزب الله أن إسرائيل ورغم كل ما تمتلكه من أسلحة وتفوقها في سلاح الجو غير قادرة على القضاء على هذا الحزب الذي يتحصن وقوته تكبر منذ عام 1982 إلى اليوم إن الإسرائيليين بصريحة العبارة لن يغفروا لحزب الله ولن يغفروا للبنان على هزيمتهم في 25 أيار عام 2000 عندما تحرر الجنوب اللبناني تبقى هناك مساحات لبنانية محتلة من الطرف الإسرائيلي هناك مجموعة من النقاط البرية المتنازع عليها بين الطرفين وهي أرض لبنانية فضلا عن مزارة الشبعة الرأي العام الغالب عند المجموعة اليمينية داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل كينست تفضل الحرب لكن من يعرف طبيعة الأمور ومن يتعاطى ببراجماتية عالية من الطرف الإسرائيلي بدليل ما قاله جانتس في هذا الخصوص يجب تغليب الحل السياسي على الحل العسكري لأن ما لم تتمكن إسرائيل من فعله على مدار سمانية أشهر مع حماس والقضاء على قوتها العسكرية لن تستطيع القضاء على حزب الله أنا لا أقول أن الجيش الأسرائيلي ليس جيش سهل هو جيش خطير يمكنه القيام بمساحة تدميرية كبيرة في لبنان لكن هذه المرة يعرف الإسرائيليون جيدا أن قدرات حزب الله وإمكاناته الصاروخية ومسيراته وحربه الأمنية ستستهدف العمق الإسرائيلي أي بمعنى الحروب الأخيرة التي خضتها إسرائيل منذ عام 1978 واشتياح 82 وحرب 2006 لن تبقى على تلك الصورة التي تمكنت أسرائيل من الحفاظ قدر الإمكان على مجتمعها وعلى جيشها علما أنها منيت بخسارة بتموز 2006 هذا ما أثبتته التحقيقات التي حصلت في الكنيسة الأسرائيلي لكن هذه المرة الأسرائيلي يتحسب جيدا لقدرات المقاومة التي طورتها في السنوات الأخيرة صحيح أن هناك مجموعة من كوادر المقاومة يستشهدون ويقتلون في جنوب لبنان لكن هذه المقاومة لديها خزان بشر كبير خزان عسكري لديها ترسانة عسكرية كبيرة قادرة على المواجهة لكن مفتاح الحرب يبقى في يد بن يمين نتنياو وليس عند حزب الله حزب الله هو في موقع الدفاع لكن في حال إذا أجبر على خوض المعركة الكبيرة والتوجه إلى حرب شاملة بالتأكيد أن حزب الله لن يقف متفرجا على هذه المشهدية العسكرية الكبيرة شكرا جزيلا ردوان عقيل الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من بيروت